كيف نعرف أن الآباء والأمهات مقصرون في إشباع الحاجات هنا تبدأ تظهر عند الطفل سلوكيات سلبية إذا الآب مقصر والأم مقصرة يظهر السلوك السلبي السلوك السلبي رقم واحد يبدأ الكذب يدعي أشياء غير صحيحة هو لا يكذب الطفل خذوا قاعدة الطفل لا يكذب وإنما يعبر عن إشباع لحاجاته بطريقة خطأ فلما يقولك أنا ضربوني تعني أن الولد لم يضرب ولكن تعني أنني أنا بحاجة إلى أمن وطمأنينة أنا أفتقد الأمن إذا ثور نفسه بطلا تعني أنا بحاجة إلى تقدير واعتراف ومدح وبتالي تبدأ السلوكيات المزعجة عند الأطفال في هذا السن لإشباع الحاجة تعني أننا لم نشبه احتياجاته بطريقة سليمة فيبحث عنها بطرق سلبية وبتالي أكبر خطأ تربوي في التعامل مع احتياجات هذا العمر بالتحديد أن يبدأ الآباء والأمات يمارسون الأساليب السلبية في التعامل مع الطفل عند ظهور مثل هذه السلوكيات إيش هذه الأساليب السلبية؟ لتكلمنا عنها بتفصيل الصراخ والضرب والعنف والعقاب والتهديد والحرمان وغير ذلك هذه هي دميرات العامة نعم أخطر فترة هي هذه الفترة بالضبط من أربعة إلى ست سنوات القاعدة التي نريد أن نتعامل مع كل السلوكيات التي تصدر من الطفل وتزعجنا ونراها غير صحيحة ونراها سلبية ليست مشكلات جميل لا ينبغي أن نعتبرها مشكلات ينبغي أن نعتبرها أعراضا أعراض أو ردات فعل أعراضا لشيء ينقصه شيء يعبر عن هذا الشيء أعراض وبالتالي المرب الإيجابي يتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها أعراض وليست مشكلات وعلاجها أن أعالج أصل المشكل وليس أعراضها وهنا يمكنكم أن تكتفوا أن تكشفوا المتخصص من غير المتخصص وتكشفوا أنفسكم إذا كنتم تربون بإيجابية أم لستم مربون أبدا إذا سألتم واحد والله ابني يكذب وقال لك انصحه بيلي الكذب حرام وكذف هو عمره أربع سنوات فهذا غير المتخصص تربويا وهذا كثير من ما يحدث وإذا قال لك والله أنا عندي ابني أصابعة وقال لك هذا غير المتخصص حط له مر في أصابع فهذا غير المتخصص يضع إيش عفون دكتور مر مادة مرة حتى لا يضع أصبعهم فيه إذا قال لك والله ابني يقدم أظافره وحط لي مادة أيضا مرة الصيدلية وبع مادة مرة وسليمة وطبيل ما فيه أي شيء وكذا هذا غير المتخصص فيمكنكم أن تعرفوا التخصص تربوي من خلال التعامل مع المشكلات إذا أعطاك نصيحة أو توجيه أو كذا للتعامل معه عرض المشكلة هذا غير المتخصص هذه قاعدة الآن نحن دخلنا في التفاصيل أعزائي المشاهدين بحيث نحل لكم أنه كيف يحل مشكلة مص الأصبع وإنما قاعدة إذن عامة نعيدها لكتورة هي مهمة جدا نعم مص الأصابع عرض 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 الولد عنده شيء فلا نعالجه أو أنما نعالجه الأصل نعم الأصل الطبيب الطبيب درس أقل دراسة عند الطبيب حتى إلى حد الأدنى من السبع سنوات هل الطبيب عندما يدهب عنده أحد يقول لي والله نرتفاع عندي حرة مرتفعة يصرف له دواء اسمه 20 كمادة باردة و 20 كيس من التلج وكذا يصف لأصل لماذا ما سبب الحرارة إذن هذا يسمى عرض تماما كل أشياء الطبيب يتعامل مع هذه كله أعراض ولكن الطب هو فن التشخيص وكذا فالطبيب يبحث عن التشخيص بجانب التربع وللأسف أي شيء تعامل معه مباشرة مص أصابع حط له مر مص أصابع كذا هذه كلها ليست مشكلات وإنما أعراض هذا السن تظهر فيه الأعراض الكثيرة جدا لبسبب أننا لم نتعود على إشباه احتياجات الولد الأساسي التي يحتاجها سبحان الله ومن رحمة الله دكتور بهذا الطفل أنه يعني يعبر فيه هذا السن عن هذه الأعراض كما تظهر بشكل كبير فيقول له فيكذب مثلا وما شبه ذلك كما يظهر لنا نحن وكيف نعرف أيضا أن الولد غير مشبع هذا الولد بالتحديد يحتاج إلى الانتقال من تكيف النفسي والفطام النفسي أصبح يسعد نفسه بنفسه وهذا تكلمنا عنه بتفصيل إلى التكيف مع المجموعات يبحث عن مجموعات يتكيف معه وهي مرحلة الدخول إلى الروضة أربع سنوات وكذا فهو حاجة ما سعنده أن يدخل إلى هذه التجمعات تكوين البعد الاجتماعي نعم هذه حاجة إذا وجدنا طفل يهرب من هذه التجمعات ويرفض المدرسة ويرفض كذا الخلل ليس في الطفل الخلل إما في التربية الأولى وهذا عرض أيضا هذا عرض الخلل في التربية من سنته إلى أربع سنوات أو الخلل في البيئة التي تحتضنهم لأن الولد بالفطرة يحب تجمعات يحب أن ينطلق حتى لو لم يشاركهم لكن يحب أن يكون معهم في أولاد لا يشاركهم لكن يحبون يكونوا مع الأطفال يعني أنا أراك حقيقة في هذا البرنامج في حلقاتي السابقة وفي هذه الحلقة تؤكد كثيرا جدا أعزائي المشاهدين أطفالنا أسوياء هكذا ولدوا خلقهم الله على فطرتهم أسوياء المشكلة فيما نحن نضع يعني ما نضع من بصمات أحيانا تكون في الحقيقة غير مناسبة أبدا وهذه في غاية الخطورة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة